السلام عليكم ايه زيكوا يا جماعة عاملين ايه لعل اللايف يوصل لان الاسف يعني بيحاولوا يكتموا صوتنا باي طريقة تمام انا عارف ان كل مصري وكل عربي وكل مسلم وكل مسيحي عربي يعني وكل مسلم عموما يعني اليومين دول ايه يشغلوا الا القضية اخواتنا وقضية المعتقد والمقدسات قضية كبيرة قوي اكبر من ان ده اخوي الفلسطيني بس او اكبر من ان دي اختي الفلسطينية لأ قضية كبيرة قضية كبيرة جدا 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 لا عارفين نعمل حاجة ولا عارفين نشتغل ولا عارفين ننام وده وده وضع ده شايفه انه طبيعي ومفيش حاجة اسمها لأ متعش اللي ابتلاق ده اصله مش بتاعك لأ بتاعي انا مبتلأة ما هو الارض دي ارضي والمقدسات دي مقدساتي لعل الكلام ده يصل بس في حاجة بتدايقني قوي يعني معرفش يقول ليه احنا بنسقف لها ونهلل لها انا افهم ان الخطاب السياسي او افهم ان الخطاب ما بين الحكومات وما بين الدول يكون فيه كلام اللي هو فيه كياسة سياسية او الخطابات لازم تكون منمقة وما فيهاش عنتبية والقصة دي فافهم ان لما الخطابات السياسية تتقال لازم يكون فيها كلام بتاع نشجب ونندد وحق المدنيين وفهمها انا مليش دعوة بخطابات الحكومات لكن هتكلم على خطاب دلوقتي مش سياسي بسمي من دولة حضرتك لما بيجي لك فرصة انك تطلع تتكلم في برنامج عالمي او مع مزيع كبير او الكلام ده او ان منصتهم تتفتح لك سواء في البي بي سي او في جريدة او الكلام ده انت ليه بتطلع تندد بالمقاومة الفلسطينية انت ليه الاول ليه بيمارسوا عليك الضغط الفكري ده وليه بيحطوك في برطاقة انك لازم تدين المقاومة الاول وبعدين بقى ترجع تقول وانا والمدنيين ومش المدنيين بس انا اقودين تلك الجماعات واقودين تلك المجموعات انت ليه بتندد بحق الفلسطينيين في المقاومة انا مش قادر افهميها ليه ومطلوب مني ان انا ساقفلك وقولك بغضو عليك ده قلت صوتنا ما هي الطريقة الانبطاحية والنهزمية اللي احنا عايشين فيها طول عمرنا دي ما بتجيبش نتيجة ما هو هيفضل يبصرنا وانت فاكر ان هو بيصنى في الفلسطينيين لا هو بالنسبة لفلسطينيين كلهم مش معه زي ما قال وزيف الدفاع بتاعهم يا حيانات كلهم مقاومين تمام فانت ليه بتصنى فيهم وتندد بيه ليس من حق هذا الشعب سواء طفل بيحمل طوبة او رجل كبر وحاول يهرب سلاح ويدافع بيه عن نفسه او كلام ده امام كيان محتل من عشرات السنين ومختصب للارض انه يقوم وهم ليه ده وتلاقي المزيع بقى التاني يرد عليه المزيع الغربي او المزيع الغربية في القناة الاغبارية دي او في المكان ده اللي اقتح له فرصة اللي حواره يوم اقول له لا انا شايف من حق الكيان اللي انت بتتكلم عليه ده انه يدافع عن نفسه هم بيدافعوا عن وجرة نظرهم بيكل قوة وبتمسك من حق الكيان انه يدافع عن نفسه لكن ليس من حق صاحب الارض المختصبة من عشرات السنين واللي كل يوم بيتهجر ويضطرد ما شفتوش الخنزير اللي كان بيشرب اهوة من شهور جنب جثة بنت فلسطينية في سن السنوي هو اللي ضربها برصاص ووقف يشرب اهوة جنبها اليس من حق هذا الشعب انه يدافع عن نفسه ضد التطهير العرق ده والتطهير على الهوية والقاتل على المعابر اليس من حقه خالص يعني اليس من حقه المقاومة يعني انت بتسفه من فكرة المقاومة ليه عشان يدقوا كأنه عشان يعني يدوك فرصة في البرنامج الماكتكال انا الاول ادين 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 ليه انا مش فاهم يعني وتيجي تكلمهم عن المدنيين عندنا اللي بالالاف يقولك اه ادرار جانبية ادرار جانبية في مقاومة المنظمات دي ادرار جانبية لكن عندهم عشرات المدنيين سقطوا في حالة مقاومة مش ادرار جانبية ده انسان لا يقدر بتمن لكن الانسان بتاعنا احنا ادرار جانبية قد تحدث عادية هيعملوا ايه يعني انت عايز تفرد عليهم مقاومتك وما يقوموش يعني ادرار جانبية انت ازاي بتسفه من فكرة المقاومة كده انت ازاي بتقلل منه انا مكلمك انت كمؤسف بتتحلك فرصة امام شاشات تلفاز وامام قناة اخبارية عالمية وعايز توضح القضاء فانت بتطلع تدين ليه الاول انت بتدين ليه انت بتستسلم ليه كده يعني ما تقول انت كمان من حق هذا الشعب المحتل ارضه والمختصب ارضه ان يدافع عن نفسه يعني ما تتكلم ما تقول كده ما تقول المقاومة شكل من اشكال اللي كفال على القانون الدولي على فكرة القانون الدولي كفى للمقاومة امام محتل فانت ليه بتطلع تديني الاول يعني انا نفس افهم يعني ولازم نشتم نفسنا ايوه احنا كذا وكذا وكذا بس بتموتونا ليه احنا جلابة بتموتونا ليه بس ينفع كده يرديكو كده بس احنا وحشين ونوتي انت بتطلع تشتمنا احنا ليه بس يا عم مرحمونا شوية كفاة مبطاح بقى كفاة وان كفاة دونية اتقل ليه شوية في انفسكو يعني وتجدهم هم بيدفعوا عن حقهم في يعني اه مش ممكن منحق الكيان ان يدفع عن نفسه يعني ومنحق الفلسطينيين دول ايه يعني ياخدوا على افاهم يعني انا مش فاهم يعني فانا انا عايز اتكلم انا بتكلمش عن حد بعينه يا جماعة انا بتكلم عن فكرة ان اليومين دول كل ما شوف حد قتح له فرصة الكلام في قناة اجنبية او في قناة اخبارية لازم يدين الاول قال يعني عشان يوصل وجهة نظره يا سيدي مشكور جدا جدا انك بتوصل كل جوانب القضية وبقيتها وبتاع بس ما تدينش وان لم يسمحوا لك بالكلام انساحب احسن يعني تلك منصة غير عادلة يبقى ده لا يقبل رأي اخر ولا نيلة ده جايبك منظر وخلاص عشان يطلعنا كلنا العرب كده عرعر يعني زي ما هم عايزين يقولوا يا بلناش تمن يا خلاص انساحب يعني هو متمسك بوجهة نظره ان منحق الكيان ان يدفع عن نفسه وانت مش متمسك بوجهة نظر ان منحق الفلسطيني يعني وان كل فعل حدثة هو رد فعل العشرات السنين ومئات الاف القتلى ومناطق وبيدة واحياء سكدة مكانها محتلون يعني هو ده مش حقيقة ده مش واقع يعني المستوطنات دي مش مش نسفت شكل الخريطة انت بتتكلم في ايه يعني فانا مش فاهم يعني واحد حبسك زنأك في حمام بيتكو وقاعد هو بره يرقص ويغني ويشرب ويعمل ويحتفله لو طلعت مرة حدفته بصابونة لو طلعت ابن حمام بيتكو مرة قلت كلمة كده حدفته بصابونة انت كده نودين تودين ايه يا جماعة ما تدينوش ما تدينش ما تدينش حاجة خالص ده هم عندهم في الكيانة المحتلة بيقولك الميزة فيما حدث مؤخرا ده يوم سبعة اكتوبر ان كل ان كل مواطن في الكيانة المحتلة ده اصبحنا على قلب رجل واحد المعارضة توقفت والاعتراض على قرارات الزفت بتاعهم ومحاولة قناة والمحكمة والكلام ده والسيطرة والهيمنة والمعارضة هناك اللي كان بتنزل كل يوم كله اجتمع على هدف واحد كله اجتمع على هدف واحد كله اجتمع على هدف واحد خلينا على قلب رجل واحد كده ومن حق الشعوب دي ان تقوم بقولك انت مش حقوق انا اتفهم جدا ان الحكومات تقول خطاب متزم او تقول خطاب في رأي يعني كلام بقى من على سبيل الشاج بواناتب السياسة لعبة تانية لاخن انت مواطن عادي بيسمع رأيك انت مواطن عربي تمثل العرب والمسلمين بيسمع رأيك عاك ليس عليك اي حرك في انك تقول رأيك دون ان تنجب وتشدد من حق الشعب الذي اختلت ارضه ان يقاوم باي شكل من الاشكال والمقاومة دي بدأت بطوبة يعني تمام الشعب الفلسطيني كله كان بيحد فطوب زمان تمام لا كان يملك سلاح و لكن يملك سواريخ و لكن يملك اي حاجة فالمقاومة دي بدأت بطوبة من حق ان يقاوم باي شكل من الاشكال يا فلو سمحته يا جماعة رجاءة يا ده رجاء شخصي بتمننا يا مش عارف حقيقي يعني الكلامي ده هيوصل ولا مش هيوصل محادش يندد يا جماعة بالمقاومة لما تتحلن احنا الشعوب فرصة نتكلم محادش يندد باي شكل من اشكال المقاومة من حق الشعوب ان تقاوم يا تمام شكرا ولا عل الكلام ده يوصل يعني